المحافظات التي تصدرت أعلى نسب إصابات بفيروس كورونا في العراق لهذا اليوم وفقا لوزارة الصحة كانت كالتالي العاصمة بغداد في جانب الكرخ كانت متصدرة ب393 إصابة في يوم واحد فيما حلت محافظة كربلاء بالمركز الثاني بعد إصابات بلغت 103 حالات أما المركز الثالث فقد كان من نصيب محافظة النجف ب94 إصابة المركز الرابع جاء في جانب الرصافة في محافظة بغداد والتي سجل فيها 70 إصابة المركز الخامس كان من نصيب محافظة كاركوك شمالية البلاد ب64 إصابة المركز الرابع